أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون التفسير واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا فقالت الملائكة أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء المحرمة فقال الله لهم إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق الخليقة ما لا تعلمون أنتم الدروس المستفادة من الآية أولا أن الله جل وعلا خلق هؤلاء البشر يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل ليعبدوه وحده لا شريك له وليقيموا دينه وليتجنبوا الفساد وسفك الدماء فمن أفسد في الأرض بالشرك والمعاصي وكان سفاكا للدماء المحرمة فإنه ترك ما خلق من أجله وكان مجرما بقدر فعله فلا يصلح للاستخلاف في الأرض بشهادة الملائكة فليتق الله العبد وليكن ممن استخلف في الأرض لعمارتها بطاعة الله عز وجل وترك معصيته لأنها هي الخلافة التي أمر الله بها وشرعها وأثاب أصحابها ثانيا أن الملائكة تسبح الله عز وجل وتقدس له سبحانه وتقوم في طاعته فهم خلق كرام قائمون بأمر الله عز وجل كارهون لمعصيته محبون لطاعته مقدرون له حق قدره فحري بالعبد أن يكون قائما بأمر الله تاركا معصيته خائفا منه راجيا له مكثرا من التسبيح وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ثالثا أيها المسلم انتبه من سفك الدم الحرام بغير حله لأن ذلك ورطة وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ومعنى الورطة الهلاك رابعا أن الله يعلم ما لا يعلمه الخلق من الملائكة وغيرهم وله الحكمة في أفعاله جل وعلا وقد جعل خليفة من بني آدم فأخرج منهم الرسل والأنبياء والصالحين والعباد والمجاهدين والصديقين والأولياء والأبرار والعلماء الخاشعين المتبعين لرسل الله ممن قاموا بعمارة الأرض وأن الملائكة قد رأت ذلك منهم فإذا صعدت الملائكة كما في الحديث فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فانظر أخي هل أنا وأنت من هؤلاء العباد الذين يصلون ويخشعون ويعبدون ويحجون وينفقون وتحلوا بالعلم والعمل فتكتب الملائكة لهم ذلك لنكن ممن قام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسارع إلى ذلك واجتهد فيه فأفلح في الدنيا والآخرة خامسا يجب على ولي أمر المسلمين إقامة دين الله والحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونشر كل خير ودرء الفساد من الفواحش والشرك وغيرها وعليه الدعوة إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله وذلك بحسب الاستطاعة اللعنة شكرا